تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزاء المستمعين واسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي إذا في هذا البرنامج مستمعين أن أفتح فاق التواصل معكم لاستقبال أهرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل نعام فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتمنى إن شاء الله تكون مليئة بالمعلومة التي نخرج بها معكم وإياكم نحو نمط الحياة الصحي والسعيد نرحب بفريق العمل معنا في إعداد هذه الحلقة الزميل العزيز حسني البلاونة وفي الإخراج عيسى سبيل صباحك الله بالخير عيسى ييب الورقة ماتي لو سمحت صباح ورد دكتورة ندل ملة مدير مركز ندل حمر الصحي يا صباح الورد يا صباح الجمال يا صباح الاثنين لحبك الاثنين أول يوم بعد الإجازة بعد الويكدن الطويل نرجع بطاقة إيجابية ونذكركم برقام التواصل عشان تتواصلهم معنا وتعطونا رسائلكم الإيجابية على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة والرسائل النصية على أربعة صفر صفر ستة طيب ما نبتدي بدراساتنا اليوم تقول التوتر الزائد يقلص حجم الذاكرة تعرف شو يعني يقلص؟ يصغر يقلل ونشهد هذه الدراسة أنا أحبها قالت نتائج دراسة جديدة أجريت في جامعتين هارفرد وبوستن إن كثرة الضغوط والتوتر لا تؤثر سلبا على الجسم فقط بل تنعكس على حجم خلايا الذاكرة الذي يصعر ورصد الباحثون أدل على حدوث تغييرات في الدماغ نتيجة التوتر الزائد أهمها انكماش حجم الذاكرة نفسه ونشرت الدراسة في مجلة نيورولوجي وتم فيها قياس معدل هرمون التوتر اللي هو شو؟ الكورتيزول الكورتيزول في الجسم ومقاس الفصل جبهي من الدماغ من الدماغ لاحظ الباحثون أن التواصل بين خلايا الدماغ يتأثر سلبا هو الآخر مع ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول في الجسم وحذرت نتائج الدراسة من تأثير الإيقاع السريع للحياة على بنية الدماغ وحجم ووظائف الذاكرة تعرف محمود فيه مقولة قالها واحد من العلماء الأمريكان من الزمان يقول لك الناس تأخذ قرارات غير سليمة لما تكون توترة وهذا الدراسة تأكدها الكلام لاحظ نفسكم تكون متحت توتر ما تأخذ قرارات سليمة عقد ما تهدر الوضع تقول أن ليش اتخذها القرار أو ليش قلتها الكلام فهذه دعوة للجميع خففهم التوتر في حياتكم ترى محمود توتر سبب أنا بقولك كطبيبة أسرة أكثر من 60% من الحالات التي تينا العيادة عضوية ألم بطن صداع زغلال في العين دوخة سبب التوتر في حياتنا اليومية فيباني إحنا نتحكم بمعدل التوتر إحنا نتعرض له من هو لي يتوتر أكثر النساء الحريم صح لأن يكون عندها من أكثر مجال من الدوام من البيت من الزوج من العيال ففي ناس تقول دكتورة ما نقدر نتحكم التوتر يعني من كل مكان أنت تأقلم جسمك كيف تتعامل مع التوترات اليومية طيب نأخذ فقرتنا التغذوية ما نتكلم عن يعني السكر فعاليات يوم السكر العالمي اللي كانت تحته شعار حارب السكري معانا عبر الهاتف أختنا عايشة أحمد الرميثي خصائية التغذية في هيئة الصحة في دبي صبحت الله بالخير عايشة صبحكم الله بالنور جميعا يا هلا خبرنا شو عندك اليوم اليوم بتكلم عن يوم السكر العالمي واللي هو صادف 14 نوفمبر من كل سنة الهتف الأساسي لهاي الحملة بالنسبة لها السنة أنه تعزيز دور الأهل بشكل خاص والناس بشكل عام لمساعدة مريض السكري نعم نحن بدورنا كأخصيات تغذية في قسم تغذية المجتمع قمنا بعمل الفعاليات والحملات التوعوية في العيادات التابعة لهيئة الصحة وبعض المؤسسات الحكومية مثل بلدية دبي طبعا هالفعاليات كانت ابتداء من شهر نوفمبر كان الهدف الأساسي من هذه الفعاليات هو تسقيف العوائل وتعييتهم بالأعراض المصاحبة للسكري وتعزيز دورهم من ناحية الوقاية والتعامل مع المريض ومساعدته يعني الشعار الفعالي مثل ما قلته كان اللي هو بيت دايبيتيز أو حارب السكري كانت هذه الفعالية تتكون من عدة أقسام طبعا القسم الأول عندنا كان نعرف الناس بالأعراض المصاحبة للسكري مثل الارتفاع والهبوط القسم الثاني كان يعرف الناس بأهمية الغداء الصحي ودورة في السيطرة أو تنظيم السكري نعم أما بالنسبة للقسم الثالث فكان بشكل عام نشرح الطرق التي تقلل من التوتر والعصبية والذي لهم الدور الأكبر في ارتفاع السكري عند وائد من مرضى السكري والذي نشوفهم في العيادات دائما نعم قبل نتوزيع بعض المنشورات والأشياء التي ممكن تساعد المريض أو أهل المريض حتى عشان يعرفون الأعراض هذه وشو هي الأقام اللي لازم يتحذرون منها أو شو هي الأقام الطبيعية بالنسبة للسكري وشو هي الأقام اللي يدل أن المريض هذا عنده هبوط ممتاز بشكل عام في النهاية دائما ننصح مرضى السكري أنهم يلتزمون بوجبات المصطحية يقللون من التوتر والذي هو أهم أنصر أو أهم سبب من الأسباب اللي يخلي دائما السكري مرتفع عند مرضى السكري ودائما نحسهم على ممارسة الرياضة والأنشطة اليومية وأنه يعني بشكل عام مثل ما قال الدكتورة نحاول أن نخليهم دائما يقللون من التوتر صحيح طيب في ما تذكر ولا الإحصائية كان بالضبط لكن أن معظم اللي مصابين بالسكري ما يعرفون أنهم أصلا مصابين بالسكري وأيضا ممكن الواحد يقي نفسه بشكل كبير من هذا المرض بس بشغلات بسيطة صحيح مثل شو دكتورة؟ صحيح أنه واحد يقي نفسه يقلل من خط يعني من نسبة الإصابة فيه ما قد نلغي أمية بالمية خاصة عندك عوامل وراثية لا كبثة الأكل الصحي التزام بالرياضة الأكل أساسي جدا جدا ترى من مرضى السكر فيه ناس يقولك أنا تشيتي بهيني السكر خلأ أكل أنا بها هاي فكرة خايف فكرة خاطئة لازم عندهم خطر إصابة مرضى السكر عالي لازم نشوف خبيرة تغذية يعطي نظام غذائي ويلتزم بالرياضة ورياضة مبايدة نص ساعة خمس ساعة في الأسبوع فقط شو أفضل الممارسات الغذائية اللي الواحد ممكن يسويها اختعائشة للوقاية من السكر؟ دائما مثل ما قاية الدكتورة ندا دائما يونى المرضى خلاف يعني هم استسلمين نحن عندنا هالشي وراثة طيب أنتوا عندكم هالشي وراثة بس كان عندكم يعني وقت طويل أنكم تحاطون أو تقول نفسكم أن يكون عندكم السكري صحيح نحن بشكل عامل أشياء اللي دائما ننصح فيها الماضى أنه دائما يتبعون غذاء صحي متوازن ما في شيء اسمه ممنوع أو يعني هذا المفروض ما تاكله صحيح بس قد ما تقدر أن أكلك الصحي دائما يكون أكثر يعني أكثر شيء في يومك بالضبط يعني أوكي إحنا عندنا بعض المرات يعني يقولنا مرضى أنه أوكي إحنا نبغي حلويات نبغي سكريات ذات طريقة بس هذا المفروض يكون أقل شيء صحيح نعم نعم إذن أرقام سريعة الدكتورة يعني ارتفع عدد الأشخاص المصابين بالسكري من 288 ملايين شخص في عام 1980 إلين 422 مليون شخص في 2014 معدل انتشار السكري على الصعيد العالمي لدى البالغين اللي تزيد عمارهم عن 18 سنة من 4.7% في عام 1980 إلين 8.5% في عام 2014 ها مع تطور الطب ها مع تطور الطب والكشف المبكر وغيره مع هذا زادت النسبة نزيل يقول لك يحدث حوالي نصف مجموع حالات الوفاء الناجمة عن ارتفاع مستوى القلوكوز في الدم قبل بلوغ السبعين سنة من العمر وتتوقع منظمة الصحة العالمية بأن داء السكري سيصبح سابع عامل مسبب للوفاء 20-30 تخيلوا يعني بعد كم سنة مبعيد نزيل الموضوع مثل ما قال الدكتورة اتباع النظام الغذائي صحي ممارسة نشاط البدني بانتظام الحفاظ على الوزن الطبيعي كل هذه الأمور يعني ممكن أن تمنع الإصابة بالسكري من النمط الثاني أو تأخر حضور ظهوره وتأخر المضاعفات بعد أهم شيء محمود ممكن تعيش مع السكري سنوات بالحمية وبالأدوية البسيطة وتمنع المضاعفات المضاعفات ترى هي مشكلة السكر الأساسية مو بالداء السكر نفسه والمضاعفات التي ما تأثر على الكلاء وعلى القدم وعلى العين فنتبهي إن شاء الله السلام للجميع وأنهم يلتزموا ويكونون مسؤولين في اتخاذ قرارات حياتهم اليومية من ناحية الرياضة أو الوجبات الصحية جميل عايشة تبغين كلمة أخيرة توجهينها كلمة أخيرة أنهم دائماً لازم يكون عندهم سواء مريض السكري أو اللي يكون عنده قابلية للسكر يكون دائماً عنده نمط حياة نشيط ومتوازن صحيح عزيزة الله خير أخذتنا عايشة أحمد الرميثي خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي نتمنى لكم التوفيق في كل فعالياتكم شكراً جزيلاً شكراً شكراً نهارك سعيدة عايشة طيب نحن عشان عيسى ما يتوتر وتتقلص حجم ذاكرته نطلع فاصل بعد الفاصل إن شاء الله منتواصل معكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم الجميلة والمميزة والرائعة إذاعة نور دبي أرقام التواصل معنا على 600551414 ورسائل النصية على 4006 ترشحت الصيدلية الذكية بهئة الصحة في دبي للفوز براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية ضمن ثماني مبادرات أخرى تتنافس فيما بينها للفوز بهذا الراية بنتكام لها الترشيح ونتعرف أكثر على الصيدلية الذكية يسترنا يكون معانا اليوم عن طريق الهاتف الدكتور علي السيد مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية فيهة الصحة في دبي صباحك ورد دكتور علي صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور محمود يا هلا دكتور دكتور نحن يعني الفترة الماضية تحدثنا بشكل كبير عن الصيدلية الذكية وأيضا اليوم كذلك رح نتكلم بشكل أكبر عن هذا الموضوع بالبداية دكتور أنا أريد أن أعرف أهمية هذا الترشح وشو اللي يعني لكم هذا الترشح بالنسبة للفوز براية حمدان بن محمد للحكومة الذكية خلنا أقول لكم محمود أول شيء طبعا والدكتور تشهد بهذا الشيء أن الصحة هي من أولويات اهتياجات المجتمع والفرد نعم وهي على رأس القائمة فنحن نطلب من الجمهور أن يبحث عن ما يهمه هذا أول شيء الشيء الثاني نتكلم الحين على الصيدلية الذكية الصيدلية الذكية التي تبنسها هيئة الصحة ونجحت فيها وانطلاقة قوية أولا من ميزاتها أول شيء أقم واحد هي أكبر صيدلية ذكية في العالم نعم الزكا الصيدلية لأنها هي منطلقة من ما بدأ جي أس ون العالمي وهو الترميز العالمي وهي طبعا يعني الباركود من أفضل الأنواع وأذكر أن الصيدلية الذكية في العالم التي طبقت في العالم من القطاع العكومي لم يطبق منطلقة في العالم صحيح ثلاثة طبعا هذه يعني عملت قفزة كبيرة في شيئين مهمين في الصحة في دبي ونهيئة وهي الأخوة واحد قللت بالوقت انتظار المرضى من أشهرين دقيقة إلى دقيقتين فقط بل بالعكس سبعين في المئة منهم ما ينتظرون سبعين في المئة انتظارهم صفر يعني ما في انتظار لأنها اشتغلت على منظومة صحيحة دقية خالية من الورق من عند الطبيب تبدأ الرحلة إلى أن تصل إلى المريض إلى الصيدلية آها نقطة فإذن هنا طبعا انتظار المرضى أصبح دقيقتين فقط من أشهرين رضا العميل المرضى صارت 96% محصلات علاجية في المجتمع أفضل مجتمع صحي أفضل مثقف يعرف كيف يستخدم دواء شيء ثاني ومهم جدا وهي قفزة كبيرة أن هيئة الصحة ضمنت شيئين الشيء الأول وهو أن الأخطاء الطبية في صرف الدوائي أصبح الصفر بل بالعكس حتى في الوصف لأن منظومة ذكية يعني الطبيب يكتب الدوائس النظام هو تتأكد من الجرعة وطبعا تتأكد من التفاعولات الدوائية وإلى آخرين في النظام ثم تم صرف الدوائي صرف الدوائي ما يكون فيه أي خطأ طبيعي هناك لا فيه خطأ طبيعي فيه الوصف الدوائي ولا فيه خطأ طبيعي فيه الصرف الدوائي إذن أنت تتكلم عن وصفة خالية أو صرف خالية من أخطاء طبية من أي مكان معناتها محصلة علاجية أفضل أيضا شيء مهم جدا ضمنت هيئة الصحة بالترميز الدوائي وهو العالمي GS1 أنها هناك داري وجد أي كاونتر فيت يعني أي أدوية مزيفة في الهيئة وهذا النظام هو إن شاء الله سوه يطبق في الدولة إذن هيئة الصحة هي السباقة وهي الموديل الذي يتبع البنشمارك التي تتبع الأماكن الأخرى بل بالعكس مش الدولة هنا فقط دول الأخرى أصبحت هيئة الصحة هي من هذه هيئة المنطلق لذلك الصيدلية الدكية عملت قفزة نوعية فيه الهيئة قفزة نوعية فيه الموظفية الهيئة رفعت من رضع الأطباء والصيادلة وأيضا رفعت من رضع الأملاء المرضى مساعدتهم ورفعت من مستوى الصحي والثقافي في المجتمع لذلك أعتقد أن هيئة الصحة والصدادية تفتحق التصويق لها جميل دكتور ما شاء الله عليك غطيت كل المحاور التي كنت أريد أن أسألك عنها ولكن أوشي يا أخي محمود هنا نتعلم منك لا بالعكس منكم يا دكتور الله يحفظ يا دكتور دكتور أنا بس أبغي يعني أعيد على كلامك كذلك يا جماعة الخير التصويت يتم من خلال الرابط اللي منتشر واللي تعرفونا تشوفون الفيديوهات لكل المبادرات عنكم يعني نحن ما نقولكم صوتوا للصيدلية الذكية ودازم الصوتون وكذا وغيرها لا نحن نقولكم صوتوا بشفافية للمبادرة اللي تحسون أنها أقرب لكم وتحسون أنها هي بالفعل في لها تأثير كبير عليكم وعلى تحسين الخدمة وعلى يعني سرعة إنجاز الخدمة وأيضا هذه المميزات كلها اللي ذكرها الدكتور علي السيد الخيار لكم ليش لأنه مثل مثل هذه الأمور ممكن أن يعني تعطي دفع للناس للعطاء أكثر ول الإبداع أكثر في عمليات الواحد يستغطب هذه التقنيات العالمية دكتور الشغلة المهمة جدا اللي أنا بغير ركز عليها هي وقت الانتظار بالنسبة للمريض وقت الانتظار المريض طبعا أصبح من نزل من 20 دقيقة وهنا كانت نشد دقيقة كانت في طبعا يعني اشتغل نحن وعسل نزل الانتظار بس من نزل من 20 دقيقة في ورقة صدر الدكية إلى دقيقتين فقط إلى دقيقتين فقط الدقيقتين أيضا هذه لمجموعة بس 70% من المرضى يعني من كل مائة مريض 71% لا ينتظر ينتظر يلاقي دواء جاهز يأخذ ويمشي هذه طبعا لها أثر إيجابي لأن المريض لما لا ينتظر في الصيد وهي النقطة الأخيرة يطلع راضي عن الخدمات يطلع يلتزم بالعلاج لما يلتزم بالعلاج وراضي عن الخدمات ويكون محصلة علاجية في نتائج العلاج الطبيب بذل جهد وكشف والصيدلاني صار عنده وقت دكتور أنه يشرح للمريض قبل لم يكن وقت أنه يشرح للإعراض وكيفية الاستخدام وغيرها فيستفيد منه وهذه بعد دعوة أي حد يحب يشوف صيدلاني الذكية كيف تشغل أي مركز ند الحمر موجودة هناك نعطيهم تور جميل ويقسون بنفسهم زمن الانتظار خلي يعطون يشوفون الوصفات التي نعطى للصيدلاني وكيف ما شاء الله صدرية ذكية فنانة صحيح صحيح أنت بتكونين موجودة بعد اللي يبغي يصور ويد دكتورة هناك بعد مع الصيدلية صار مع الصيدلية التخافة طبعا تخافة المجتمع في استخدام الدوائد وتكون أفضل لأن أصبح الشخص ما يأخذ الدواء ويمشي ما عارف كيف يستخدم هنا أصبح نظر الصيدلاني وقت كافي يتفاعل يتفاعل مع المريض ويتكلم معه ويشرح لي الأدويته ويعطيه كل اللي يحتاج من المعلومات بعد أن يطلع من أنه أعرف كيف يستخدم الدواء إذن أصبح الثقافة مجتمعية صحية وثقافة بكيفية استخدام الدواء جميل لذلك أنا أريد أقول صوت لمن يستحق التصويت وأنا أضم صوتي لصوتك دكتور الصيدلية الذكية أحدى المبادرات الذكية حقيقة والتي تستحق أنها تتواجد ضمن المرشحين من الدوائر كلها والمبادرات على مساوى حكومة دبي ووجهت نظر شخصية أجماعة الخير يعني أنا بالنسبة لي ما زايد مبعشان نداوم في هيئة الصحة ولا نحن نسيين نروج إلى هيئة الصحة ولكن هي حقيقة من المبادرات التي تستحق بأمانة الرأي هذه السنة يعني أتمنى أنكم تصوتون للصيدلية التصويت فقط لغير موظفي حكومة دبي أي موظف في حكومة دبي لا يحق للتصويت وممكن أن يساهم بشكل سلبي في عملية أن الواحد يأخذ الراية عن جدارة شكرا لك دكتور دكتور بما أنك أنت موجود أنا البارحة سأشوف فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الفيديو ويتكلم عن الله يهدي الريال أمصور هو طبعا في دولة خليجية ليس في الإمارات في دولة خليجية وكاتب أن الدولة فيتامين دالي يبيعون عندنا في ستين درهم وأنا خذت من الموقع الإلكتروني وذاك رسم الموقع بسدة راهن يقول والصيدليات قاعدين شسمة يستغلون ونحن لازم شسمة هو في الدولة الخليجية وفي الإمارات شو ممكن تسبب وليش نقولهم لا تأخذون الأدوية عن طريق المواقع مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق مواقع الإنترنت أولا مواقع التواصل الاجتماعي ما فيها أي يعني واحد يثبت لي أن فيها طبيب أو صيدلاني أو واحد متخصص في هذا المجال هذا الشيء أثنين إحنا ما عافين كيف تخزين الأدوية الأدوية ثلاثة ما عافين أدوية هذه أشوالية أو مزيفة صحيح مخشوشة مزيفة رابعا إحنا ما عافين أدتها منتجة الصلاحية يمكن قتلك منتجة خمس أربعة أو خمسة ما عافين مصنوعة في أي مكان ما عافين قد تحتوي على سموم بعض الأدوية تحتوي على سموم إذا كان لم تأخذ لأن أنت عندك روماتية المواد الخام إذا ما أخذت من مكان من مكان أو مصنع يعني ذو ثقة صح بدلا نتكلم عن صحة إنسان ما نتكلم عن شيء مثلا بإستخدام برمي صحة إنسان يدخل لأخذ جسمي هل أنا مستعد أخذ سم هل مسألة أخذ شيء ما يفيدني هل مسألة أخذ شيء فما نجعل أن القائن تقول أنه والله الذي يدخل في البلاد وتم تقييمه في البلاد وتكون مشاكلتنا للحكومة والدولة ومداخل عن طريق أسس مشهوعه نفس الذي يباع في هذا صحيح الدكتور بعدين طريقة التخزين طريقة التوصيل وكل هذه الأمور لا يكون دوا حتى محمود إنما يكون معربين زيت داخل عادي زيت عادي يمسكرين المرطاني لا يكون دوا أصلا هي نقطة واحدة الأدوية مواد كيميائية يجب أن تأخذ من مصادر معينة دو ثقة إذا أخذتهم من مصدر أنت ما تعرف هذا المصدر شو يجيبه كيف يوصل لك كيف يخزن الدوا لو تخزن في تخزين خاطئ سيتحول إلى مادة سامة لو أخذ دوا من تصر ستحول إلى مادة سامة تؤدي الإنسان بدل مادة فهل إنسان يدفع فلوس عشان يدي نفسه فأنا أفضل لا يجب أن تأخذ هناك أدوية إذا هو يريد أدوية جنيسة موجودة أدوية جنيسة قد يكون يقارن بين دوا مثلا مش جنيس دوا أصلي مع دوا واحد فأحنا نتكلم ومصنع ومصنوع فلازم إذا إحنا ما نقارن في أدوية في السوق جنيسة في دوا بيتامين دي بخمسين وفي دوا بعشرين وثلاثين وأدوية جنيسة هذه لها خطأ بس أنت تتكلم عن دوا موجود يعني مقيم من قيمة النجاحات حكومية بأي كان أي دولة تكون فأي دوا لها جهة كل دولة لها جهة حكومية تقيم الأدوية ربما لا تدخل نعم إحنا ما نتكلم عن هذا لكن أن تأخذه عن طريق تواصل أنت في إنترنت هذا أكبر خطأ لأنه راح تأخذ سموم شكرا لك شكرا لك ما أفضل هذه الأشياء بس هيدا هاي كل مكبيرة وإحنا ومع أوزات الصحة كنا طبعا نحارب هذا الشيء صحيح في آليات عمل في يعني ضوابط كثيرة على هذا الموضوع ونتمنى أصلا التوعية في الأساس هي سيد الأمر دكتور علي السيد مدير إدارة الصيد الأول خدمات الدوائية في هيئة الصحة بدبي شاكرين لك ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا إذن مستمعين نطلع فاصة قبل الفاصة بس نذكركم بالتصويت للصيدلية الدكية هذه المبادرة التي تم ترشيحها للفوز برايد حندان بن محمد للحكومة الدكية نتمنى من عندكم الدعم الكبير لهذا الموضوع أبو حمدان بقرأ رسالتك بعد الفاصل فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين كرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة أبو حمدان كان باعث يميل يقول النظام الصيدلية الإلكتروني للأسف طاح في نظام التأمين الصحي بحيث يتم تأخير في الصرف في انتظار موافقة شركات التأمين الإلكتروني والذي دائما يتأخر أبو حمدان عادة في اللي أنا أعرف في رسلة أدوية هذه موافقة عليها من التأمين وفي أدوية تحتاج لموافقة شركة التأمين أدوية معينة ما أدري صح حيلي دكتور إذا كان غلطان بالضبط زايد أن يعني في النهاية شركة التأمين ترى هي اللي بتتحمل يعني الجزء الأكبر من العلاج وأنا وجهة نظري أن بالعكس الصيدرية مشت وغالبا نحن عندنا دكتورة أصلا معظم الأمور سهلات صحيح ممحتاجين يعني حتى موافقة شركة التأمين بالضبط في حالات خاصة فقط إيه بس في حالات خاصة معظم الحالات لا ما شاء الله بسرعة تخلص من الصيدرية نزيل صح الله لسانك بيوسف بخصوص شراء الأدوية عبر تواصل اجتماع أعتقد أن الشخص يشتري جرعة سم لينهي حياته للأبد ليش يا أخي؟ صح هو يقول لك هاي صح اللي قاعد تقولها هاي شكرا شكرا دكتورة على التوضيق أطلقت هيات الصحة بدبي ممثلة بالمستشفى لطيفة للنساء والأطفال حملة واسعة التوعية بحوادث غرق الأطفال وكيفية الوقاية منها والإجراءات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوالدين في هذا المجال يعني نلاحظ في فترة أخيرة في بعض الحوادث السوي مع التغير في الجو والناس يروح المسابح ويسيوح على الغرق فبتكلم كيف ممكن نحمي أطفالنا وشو هي الحملة مع الدكتور أحمد عبدو أخ الصايا أول أطفال في مستشفى لطيفة صباحك ورد دكتور أحمد صباحا وردك 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 جميل دكتور نحن عطنا أول شيء فكرة عامة عن الحملة وأهدافها والفئة اللي تبغون تستهدفونها من خلال هذه الحملة هو الحملة بتقام لمنع أو تفادي هذه الحالة الغرق يعني أساسا نحن نبغي أن نحن نتفادى وإلى النص لإلى مرحلة المنع ومحاولة منها وهذه الحملة هتبقى الهدف منها هتبقى موجهة إلى الأهل جميل وإلى العامة وإلى طلاب المدارس لنظر النجود والمسطحات المائية عامة في دبي كمان هذه الحملة لا تعني بس المسطحات المائية إنه ممكن الطفل الصغير يغرق في شبر ميزة ما يقوله صحيح فحنبتديها من حسب العمر الأكبار يغرقون في شبر ميزة فحنبتديها بالتدريجية للمنازل مقسمين الحملة حسب العمر العمر متعرف من السنة الخامس سنوات شو أسباب ومبررات هذه الحملة دكتور غير يعني أبغي أسأل هل في تزايد في حالات الغرق في المستشفى عندكم؟ نحن لاحظنا في تزايد يعني إحنا تقريباً بيجينا من حالتين إلى أربعة شهرياً حالات غرق وتتراوح المضاعفات حسب مدة الغرق وحسب الاستجابة المبكرة للعلاق أنا بذكر يعني هذا موقف صار معنا نحن في البيت دكتور يعني في البيت نزين وأنتم بكرامة يعني والحمد لله يعني الإخوان في مستشفى اللطيفة ما قصره وأسف عندي واحد من عيال إخواني غرق دكتور عندكم مسبح لا غرق يعني غرقته غريبة عجيبة صغير نزين وشو دخل وأنتم بكرامة الحمام وفيه طشت سطل سطل بس نزين وطاح فيه وغرقان والحمد لله لحقنا عليه اللهم لك الحمد يعني تخيل دكتور فهذه هذه رسالة مهمة للأمهات إنه ما يتساهلون عدم موجود حوص صباحة لا يعني الطفل لا يمكن أن يغرق فيه مسطحات أخرى موجودة في البيت مثل ما ذكرت سطل سطل في البيت البانيو مثلا توقع الوادنة سهل في مسألة البانيو أخو صالحة ما يقول لها موما تروس وادنة رسالة شوية بس كيف آلية الغرق دكتور في الماء البسيط هو لو انقلب الطفل خلاص ما يقدر هنا دكتور السؤال الأهم دكتور رأعتقد أنه ماذا يجب أن نفعل في حالة أنه صار في حالة غرق لا سمح الله عندكم شو الواحد لازم يتصرف فيه والمفروض نحن نتقنب أساسا لكن لو حدث حدثت نخرج الطفل من الماء نحاول نحطه بحيث أن الماء يتنزل من فمه ثم نبتدي عملية التدليج القلبي والتنفسي وفي نفس الوقت بنطلب مساعدة حد يتصرف الإسعاف 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 حيقوم بحكتين الشيء الأول حيبلغ الأهل يعملوا إيه في هذا الموقع والشيء الثاني هيبعث لهم سيارة الإسعاف للإنقاذ وها محمود رسالة دائما كنا نقولها في صحة وسعادة عن أهمية الناس الأهل يكونوا عندهم معرفة ولو بسيطة بالإنعاش القلبي الرئوي اللي هو ننصح فيه الجميع سواء كان لكم خلفية طبية أو ليس لكم خلفية طبية لأن مثل الحالات أنت عليك المسؤولية الأكبر لإنقاذ الطفل أو أي حد غيرك في البيت بالإنعاش القلبي الرئوي فهذه رسالنا للجميع يروح يطمس هذه الكورسات هي يوم واحد أربع ساعات أو خمس ساعات وتطلع مدة سنتين عندك هالشهادة وتلقظ فيها حياة الناس جميل والدكتور أنت أيضا بضبنا الحملة ندخل الموضوع بضب هنا أريد أن أستلك عن يعني إنعاش القلبي في الحملة دكتور من شركاتكم في هذه الحملة طبعا هاية الصحة في دبي صحة وصحة في دبي جميل إن شاء الله القطاع الخاص الصحي وجمعية الملاك لكل عقار ممتاز ومؤسس التنظيم العقاري في دبي فكل دول هنشركهم في الحملة لأن التوعية وتجنب الحاجات دي مهمة جدا صحيح فبالنسبة مثلا الأطفال في البيت هنتكلم إزاي يقدب لهم بالنسبة لحمامات السباحة المنزلية هي الأجراءات الأمنة اللي نزم نعملها صحيح مثلا نصور بطريقة معينة كاميرات الباب يغلق من خارج صح نحط معلومة إرشادية تسهل الأهل في حالة حدوث هذا الشيء كيف يتصرفون وأضم حد التشديد على الأهل أنه لا يتم التساهل أنه فيه منقذ واقف معناه أنا كأم أقدر أنشغل بالتليفون أو شيء ثاني هذه اللقطة أيضا مهمة دكتورنا نركز عليها أن الأهل لازم هم عينهم يكون على الطفل مهما كان منسبة الأموال الموجودة في أي مسبح كان بالضبط هو المسأل القديم اللي بيقول أن لا تبعد أن الطفل قدر زراعة وهو في الماء لا أي طفل وعمره ده مهم جدا يعني لازم معناها أن اليقظة والحيطة والملاحظة مهما كان وبعين لاحظنا أن معظم حالات الغرق أيا كانت بتيجي في الأهل بيروح يزوروا أهل تانين في البيت فالأطفال مش عارفين وضع البيت الجديد أو في الزيارات الصيفية أو في الأجازات أو في البيكنيك صحي فهي حملة الغرب منها ينشغلون الأمهات الله يهديهم شوية أنا يا ريال أنا يوم أنا صغير غرقان يمكن ثلاثة أربع مرات لا لا إلا الله حمد لله حسلامتك كنت صغير صغير يعني مرة غرقان في حتى ومرة في سي جي الغلط عليهم لا يعني كنت لا الفكرة أين صغير ما أخاف أنقذ أنقذ الماء ما تعرف تسبح شو مود أنك هو عدم وجود عام حاجز الخوف عند الطفل أيضا بقولكم عن غصة في مكالمة عنا مداخلة خلنا أخذه مداخلة تفضل من هو معنا بالنور والسرور من هو بحمد وياك بحمد وحمد ترى أنا عندي أربع دقائق حاول تختصرني عشان أنا أختصر شكرا الله خير على الحملة طبعا الأول حاجة قضية الأباء لابد أن يعلم بناء السباحة يعني هذه كانت في الفترة السابقة من المية الطفل تسعة وتسعين يمكن يعرفون السباحة وهذه يعني اليوم ما تحصل حتى يعني يمكن النص وقت رقم واحد أنا شفت أشوف الحملة يعني مفروض كذلك توجه للفئات المساعدة يعني اللي هي دائما متواجدة بجانب الطفل فكرة جميلة فكرة جميلة فكرة جميلة بطريقة بمثل أن كانت برشورات باللغات الموجودة اللي عندهم صح أنت تتكلم دكتور يكتب أنت يستكلم محمد دكتور قاعد يكتب لأن فكرة جميلة فكرة حل وصح والله أعزكم خير وتمنى كذلك أن تكون دورات حتى يعني للناس يعني اللي حابين يعني لهذا برشورات أو شيء أحسن يعني قبل وصول الإسعاف شو يتصنع شو يساوي أحسن الله خير يمزاك الله خير مشكور في مكالمة ثانية ولا أوكي دكتور يعني محمد تطلق لبعض النقاط المهمة جدا يعني أنا شفتك تكتب أكيد بتأخذون بهذا الاقتراح بالضفط هو الحملة هتبقى عبارة عن في الرديو وتلفزيون وفي الكرايد جميل وفي المولات جميل وهنام إن شاء الله يعني زي ديمونستريشن جميل ونحن نحن ندعمكم قدر الإمكان في هذه الحملة دكتور ما أتكلم فيها بشكل مكتف في الأيام القادمة كذلك سواء عن طريق برنامجنا أو عن طريق أيضا وسائل الإعلام المتاحة لنا في هيئة الصحة هذا من جهة من جهة ثالي دكتور في شيء أنا يعني أبغي أقول عن سابق خبرة في شغلة يسمونها الجاكوزي الجاكوزي يا جماعة الخير أخطر شغلة ممكن أنت تسويها حق ولدك حتى لو أنت يالس في الجاكوزي معه ممنوع حتى ممنوع أقل من 12 سنة يدخل جاكوزي بالضبط 12 سنة أو أكثر دكتور 12 سنة قوة دفع الماء في كبيرة موضوع قوة دفع الماء بس دكتور موضوع أنت إذا حجم يد الأطفال إذا دخلت داخل وحدة من الفتحات اللي في الجاكوزي أنسى أنسى أنت قضيت على الولد يعني أحيانا حتى في بعض الأماكن العامة نشوف يعني في أماكن حاطين سيكوريتي وحاطين رجال أمن أو أن الشخص معني أول ما يشوف الطفل يروح كذا يمنع من الدخول صح مع أنه لا عادي لا ممنوع تدخل نزيل وفي حالات وفاة صارت بهذا الشكل صح بالضبط كثير حالات وفاة صارت بهذا الشكل هذه رسالة أوجه لكم أني أجمعت الخير إعياكم أقل من 12 سنة أنسوا الجاكوزي شو يبغي بالجاكوزي ووحدة 12 سنة بعد بيرتخي أولنا هذا من مشاكل الحياة اللي عنده ها دكتور صحي هو يباهي شوية شدة من الأهل يعني ما في شيء اسم الله عشان ما يزع عشان وعي هاي حياة حياة الطفل ممكن تروح فيها طبعا وعي نعزم فيه وعي يا جمعة بعبد الله يقول عفوان رسالة السابقة لإذاعة الشرق شكرا لك بعبد الله دكتور كلمة أخيرة قبل ما نختم شو اللي تبقى تقول هو الحملة وسعى بس باختصار نحن نحاول نتقنب بالتعرض لأي طفل لأي مسطح مائي حتى لو دلو صغير بنيو في الحضائق العامة فيه مياه فيه نفورات بغض النظر عن حمامات السباحة والبحر فيه أمور أخرى فلازم نتقنب حتى خزانات المياه في داخل البيت صحيح تاني حاجة حن نحاول الأهل كيف تصرفون في حالات الغرق باللي هو نعمل العاش القلبي والرأوي والأمور الأخرى نحن نزيد تعلم أطفالنا للسباحة صحيح وهذا شيء مهم مهم جدا دكتور نحن بتكون لنا لقاءات قادمة ما نتكلم عن الجدول الخاص بهذه الحملة وين تتواجدون وشو تسوون وكل هذه الأمور إن شاء الله ما نتكلم عنها بشكل مفصل في الأيام القادمة نتمنى لكم التوفيق في هذه الحملة شكرا جزيلا لوجودك معانا دكتور أحمد عبدو أخصائي أول أمراض الأطفال بمستشفى لطيفة للنساء والأطفال شكرا جزيلا على وجودك دكتور شكرا ناس إذن حلقتنا اليوم والله كانت عامرة بكثير من المواضيع دكتورة بالضبط كانت حلقة غنية بعد الإجازة غنية صح تبقى تقول تعليق شكرا لك نجات السويدي كانت معانا في التنسيق كل شكر لزمين حسن البلاونة كان في إعداد هذه الحلقة الشكر الأكبر لمخرجنا عيسى سبيل هذه تحياتي محدثكم حمود يوسف العلي شكرا لك دكتورة ندى الملة شكرا لكم متى ما نشوفت مرة ثانية؟ الأربعة أتوقع تتوقعين بعد؟ أتوقع إن شاء الله كيفت بعد أنت مديرة كبيرة كيفت؟ لذا عذاعة الدكتورة شكرا ما تقصر الباب مفتوح شكرا بعد قصرون نلقاكم إن شاء الله في الغد إن شاء الله حتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي